السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الموجهز الرياضي تشهد ملعب أنادي ضباط قوة دفاع البحرين إقامة بطولة القائد العام للتنس حيث تلقى هذه البطولة اهتمام ورعاية من صاحب المعلن المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين التفاصيل في سياق التغرير التالي للعام الثالث على التوالي تنظم قوة دفاع البحرين بطولة القائد العام للتنس الزوجي والسوبر وذلك تزامنا مع احتفالات قوة دفاع البحرين بذكرى تأسيسها اذ تحظى هذه البطولة برعاية صاحب المعلن المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وبفضل من الله سبحانه وتعالى وبتوجيه من سيدي صاحب المعلن القائد العام لقوة دفاع البحرين فأن نادي الضباط قوة دفاع البحرين يمر بمرحلة تطوير شاملة في شتى المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية ويطيب لي في هذا المقام نتقدم بالشكر الجزير والعرفان لسيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على رعيته لهذه البطولة وتعتبر ملاعب نادي الضباط قوة دفاع البحرين المكان الذي من خلاله يتم خلق جو من التعارف الألفة والمحبة لدى منتسبي جميع الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين حيث يلتقي الجميع بعيدا عن جوي العمل وتعتبر هذه البطولة من أهم البطولات التي حرص النادي على إقامتها سنويا وتأتي أهميتها ليس فقط في وقت عقادها وبمناسبة احتفالتنا بيوم تأسيس قوة دفاع البحرين وإنما بعدد المشاركين فيها حيث يشارك فيها بإضافة إلى ضباط من قوة دفاع البحرين نخبة من الوزرات الداخلية الحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ونادي البحرين للتنس هذا وحظيت البطولة بأولى المفاجآت عندما حقق الثناء عبدالله العبسي وجاسم عيد لقب مسابقة الزوجي وسط حضور ومتابعة من اللواء الركن بحري عبدالله المنصوري حيث تفوق الثناء في مباراة الأمس على كل من الدكتور ضافر محمد ومحمد أبو الفاتح أعلن نادي فريق الحالة نفسه أولى المتأهلين لمباراة نهائية لمسابقة كأسيزين البحرين لكرة السلة بعد فوزه على المحرق بثلاث وسبعين نقطة مقابل اثنتين وسبعين في المباراة التي جمعت بينهما على صالة اتحاد السلة في ملحصة وحق الحالة بذلك فوزين في المربع ليرفع رصيده إلى خمس نقاط ويتمكن من إعلان نفسه أول المتأهلين من دون النظر إلى بقية النتائج في الوقت الذي خرج في المحرق رسميا من المنافسة بتعرضه لخسارته الثالثة على التوالي وسيوياجه الحالة في المباراة نهائية الفائز من لقاء اليوم بين المنامات والأحلق ضمن نادي النصار صدرت دور الدرجة الأولى لكرة الطائرة مع ختام مبارايته في دور التمهيد وذلك بعد انتصاره على الأهل بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد فيما تخطى داركليب بنجاح اختبار المحرق بعدما فاز عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر